سلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم مازلت معكم إن شاء الله في تحضيرات عشورة وكيف سبق لي وحضرت معكم الكوكا في فيديو سابق فاليوم كذلك قد نشارك معكم ثلاثة دية الطرق للتحضير اللوز بالنسبة للفكية دية العشورة نقتح لكم إن شاء الله اللوز مع السل أو لمكرمل كذلك اللوز المتبل بالأعشاب أو لا بالتوابل واللوز المملح بالملح بحل اللي كان نخده من المحلات وأحسن طريقة جدا سهلة ومبسطة وكيجو فيها زوين بزاف شكلا وحتى مداقا إن شاء الله ينالوا الإعجاب ديلكم وتجربوهم خليكم إن شاء الله مع الفيديو حتى الأخير باشترفوا على المقادير وكذلك طريقة التحضير ونبدأوا على بركة الله بتحضير اللوز المعسل أو المكرمل فحشي هنا لنسكيلو أو لخمسمائة جرام ديال اللوز اللي شدته ومسحتو مزيان مزيان هكام الغبرة سنحتاج معا سكيلو ديال اللوز عندي هنا يا جوش كؤوس ديال السكر سنده أو السكر حبيبات ما يعادل 300 قرام مع كأس ديال الماء عادي أو ما يعادل 160 مليلتر زائد القبيصة ديال الملحاكي في العادة بالنسبة لهذا اللوز هذا فاليومنا إن شاء الله من بعد ما غد نعسل وغد ندوزه في الزنجلان عندي هنا كمية من الزنجلان اللي منقي بطبيعة الحال ومحمر فقط هدوهما المكونات وغد ندوزه إن شاء الله مباشرة لطريقة التحضير فغد ناخد إن شاء الله هنا طنجرة أولى مقلات واليومنا غد نستخدم طنجرة من الأحسن باش كن يعني كنخدم بكل راحة كنوضع فيها 300 قرام ديال السكر حبيبات أو هنا جوش ديال كؤوس من كيسة العنباء مع كأس ديال الماء أو ما يعادل 160 مليلتر نضيف عليهم نسكيلو أو ل 500 قرام ديال اللوز صافي وغد نضيف عليهم القبيصة ديال الملحا وغد نوضع هالطنجرة هذي فوق النار مباشرة غد ناخد هنا ورق الطهي اللي هو ماشي ضروري طبعا ممكن تديرو غير علا سطح العمل غد نرشع ليه هنا كمية من الزنجلان المحمر نوجدوها كمسبقا نرشع وحد الكيمية والكمية المتبقية غد نخليها جانبا كذلك غد نستعملها من بعد صافي هنا غد نرجع مباشرة للطنجرة من بعد موضعتها فوق نار اللي هي ومرتفعة نبقى مره مره هكا نحركها هذه المرحلة الاولى في التعسل اولى في التحمر ديال اللوز سواء لوز اولى الكوكو وهد طريقة ديال التعسل كتدوز من ثلاثة ديال المراحل المرحلة الاولى هي انا كندوبو هذيك السكر مع الماء باش كي يلسق لنا على الحبيبات ديال اللوز وكيشكل لنا واحد طبقة من بعد فغد نبقى بهذا الشكل هذا مره مره هكا نحركو وعلى نار اللي هي مرتفعة حتى كي دو هذك السكر مزيان مزيان ومن بعد كي يبقى كيتبخر لنا هذك الماء وكي يرجع لنا سكر للحالة الاصلية دياله كي نشوف وكيتحجر بهذا الشكل هذا انتم ما كيف كتلاحظو هذي هي المرحلة الثانية ففي هذ المرحلة هذي كندير نار اللي هي مهيلة وكان بقى تحرك ضروري من تحرك يدي يد تحرك من حيجش نهائيا لان في هذ المرحلة هذي فاللوز ديالنا كي يكون كيتحمر وإلى ما حركناش فاللوز اللي غد يكون في الاسفل ديال الطنجرة غد يتحمر ولي كي يبقى من الفوق فرا كي يبقى نخضر فنحركوه طبيعة الحال باش كي يطيب لنا بالتساوي دائما على نار اللي هي مهيلة ومع التحريك المستمر حتى كي يولي السكر يدوز لنا للمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي كي عاود يدوب مرة أخرى باش يتعسل ويتكرمل سوف هنا دائما نبقى على نار يمهيله ودائما بالتحريك المستمر لانه طبعا السكر اللي كيكون موالي للنار او اللي كيكون في الجهة السفلة راكي يدوب طبعا واللي كيبقى في الاعلى فدائما كنحركوا باش يعني الحبيبات كاملين دي السكر يدوبوا كذلك اللوز دينا كامل يتكرمل ويدوب عليه السكر فاخليكم ان شاء الله مع الفيديو وغضيتشوفوا ان شاء الله باقي تتمت المراحل هانتوما كيف كتشوفوا معايا كان بقى بالتحريك المستمر وعلى نار اللي هي مهيلة ضروري والتحريك المستمر باش هانتوما كيف كتشوفوا معايا حتى كيتكرمل لنا هاداك اللوز كامل وكيدوب لنا هاداك السكر كامل مباشرة وهو باقي سخون كنفرغوا على هاد الزنجلان اللي رشيناه من قبل وانا هنا بالملعقة يدي يدي وحدا كتفكك هادوك الحبيبات دي اللوز عن بعض واليد الاخرى كترشع ليهم الزنجلان باش الحبات اللي كينفصلوا عن بعض مباشرة كيل هان لنصق عليهم الزنجلان وباقي سخونين ومعسلين أنتوما كيفك تشوفوا أنا كنت بقى نفسق باقي بالملعقة لأنه طبعا كيكونوا سخان وكن лишь مباشرة بقى اللزنجلان باش كيللسق عليهم ese الشي اللي كي يتفرق على الزنجلان تتكشوفوا هنا ورق الطهي كي ساعد بزاف بزاف باش كنعود للم هادوك الحبيبات على بعد الزنجلان كذلك لي في الاسفل كيعود يصق عليهم أنتوما كيفك تشوفوا معايا هنه راه بقين سخان ولكن يعني كنقدر انا نستحمل الحرارة ديالتهم بليدين ديالي فكنستعني يعني بليدين ديالي وكنحاول نفرقها كيلبان وليش يحبات مازالين ملاسقين باش كيكونوا مازالين سخان وبالتالي يستقع لهم الزنجلان سوف يدو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا معايا وهنا كنتحصل على اللوز المكرمل مغلف بالزنجلان قد نخليه دفا ان شاء الله يبرد وانتوز باش نحضره النوع التاني بالنسبة للوز اللي غدي يكون عندنا متبل في حاشي نانس كيلو او ل 500 جرام ديال اللوز والكمية كتفقى على حسب الرغبة طبعا اللي عندي مفصخ بهذا الشكل دا كيف كتشوفوا عندي كتوابل هنا يا مع القاة صغيرة ديال بودرة التوم مع القاة صغيرة ديال بودرة البصل مع القاة صغيرة ديال السودانية او لالففلحارة اللي كتفقى على حسب الرغبة ومع القاة صغيرة ديال الملح كذلك اللي كتفقى على حسب الرغبة سوف نحتاج معهم كذلك هنا بيض بيضة لكي يريدون أن يسقطوا لنا هالتوابل على اللوز بالنسبة للوز راح ماشي بحل الكوكو طبعا باش اللوز يبقى المدق دياله بينه انك هاديلته وبينه فما نضيفوش له توابل اللي كتكون انك هاديلته مجهدة بحل توابل السمك او لتوابل اللحم او لديل الشوارمة نضيف هنا غير شوية ديال بودراته مع شوية ديال البودرات الباصل و شوية ديال السودانية باش كننك هو كنتبلو اللوز ديالنا وبالتالي يبقى المدق ديالو هكا باين شوية فكنناخد اللوز و كنوضعه في كيس بلاستيكي كيف كتشوفو غدي نوضع عليه التوابل ديالو بهاد شكل هادا من بعد فانا غدي ناخد هاد بيض بيضة غدي نحاول نفككها واحد شوية هكا بالفورشيت او لشوكا عفوان غدي نفرغ عليها البيض بالنسبة للناسي مي كيعجبهم مشو البيض فهو الحل الوحيد كان سو قولنا توابل على الحبات ديالوز ضروري من الشي حاجة اللي غấyة تستقول لي هي بيض البيض فغدي نفرغ هاد بيض البيض فوق لوز و غدي نسد الكيس البلاستيكي و غدي نحاول نعركها مزيان مزيان حتى كي يتوزع لنا هذا البيض على الحبات ديالوز كاملين بالتالي ك parecer یہ التوابل كي يسقول لنا على الحبات ديالوز مباشرة سوف نأخذ لاطة اللي فرشت لها ورقته دائما كيبقى من الأحسن واللي هو ماشي ضروري سوف نفرغ هنا هذا اللوز فوق اللاطة و سوف ندخل الفران اللي مسخنا من القبل النار اللي تكون مهيلة بزفزف دائما المكسرة دينا حمروهم على نار اللي هي مهيلة كتقام بين 150 و 160 درجة بنسبة الفورن كهربائي وبنسبة الفورن غازي نار اللي هي مهيلة بزفزف قل من دكش اللي كتطيبو به الكيك ديلكم وكتبقى هكا ضروري انكم تقلبوه وتحرركم مزيان هكا بشي ملعقة وهو في الفرن باش كي يطيب لكم مزيان مزيان وكي يجيكم مجرمل ويطيب لكم بالتساوي فانا غادي نخليه ان شاء الله حتى غادي يطيب نخليه كي يبرد ونجزو نحضر ان شاء الله اللوز المملح بالنسبة لللوز اللي كان ناخده من المحلات فكي يكون مملح فحاشي هنا نسكيلو كدليك اولا 500 جرام والكيمية دائما كتبقى على حسب الرغبة اللوز طبيعة الحال كان نقيوه هكا يلا كانو فيه هكا شي قشر ولا شي حباس لماشي يوم هادوك كان مسحوه مزيان مزيان فكان ناخد كدليك واحد ربع كاس او الاقل ديال المو كان نضيف ليه ملعقة كبيرة ممتلئة ديال ملحا كيف كتشوفو غادي نخليه هنا كتدوب جانبا وبالنسبة للوز دائما غادي نحمروه على نار لي يمهيلا بزف 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 وكنحرك فيه ضروري ما نغفلش عليه بالنسبة للوز كتبقاوها كمني كتحسو به بدك يتحمر او لكي طيب كتخرجوا واحد الحبه وكتوضعوها جانبا وكتضوقوها او لكتشوه كتلقاوها كاللون ديالها بوني كدليك من العلامات ان اللوز ديالكم بدك يطيب هو انو كي بدايت ترتق بهذا الشكل هدا هنا اللوز راها عندي طايب محمر هنا هو باقي سخون يلا خرجوا من الفرن غادي نرشي عليه هاد الماء المملح بهذا الشكل انتو ما كيف كتشوفوه كنبقى نرشي عليه غير شوية بشوية وكنقلب او لكي نحرك هاد شي مزيين باش كتوزع لنا الملحا على اللوز كامل وكذلك اللوز يتلبس لنا بالملحا مباشرة من بعد ما غادي نرشو بغا نردو للفرن اللي باقي عندي مشعول ماشي طافي ما زال عندي مشعول نرمهيه لكي في العادة 3 احت الاربعه ديالتقايق تنشف عليه الملحا وانا كنحرك فيه او لكي نقلب فيه تنشف الملحا وكذلك ينشف لنا هاداك الماء اللي رشينا عليه باش ما يبقاش لنا اللوز يعني مشرب لنا الرطوبة واضغية ضغية يرطب معانا بغينا يبقى محافظ لنا على التقرميلة ديالو اطول مدة ممكنة فنخليه ان شاء الله حتى غادي نشف مزيان مزيان من هاد الماء هادا نخليه كي يبرد وهدا هو الشكل نهائي دي الاشكال بتلاتة اللي حدرت معكم او لنكهات بتلاتة اللي حدرت معكم ديال اللوز الم وتببا اللوز معسل مغلف بالزنجلان واللوز المملح بحل اللي كان ناخده تماما من المحلات واحسن وكيتقى مرخيص واقتصادي تمنى فعلا انكم تجربوهم لانهم فعلا شي حاجة اللي هي زوينة كيف كنت لكم وكيتقى مرخيصة وعلى اليد ما فيها حتى شي حاجة مكوناتها كاملين معروفين بالنسبة لهاد اللوز اللي كنديرو فيها كالتوابير رالما دا قضي له كي يجي زوين بزف بزف وشي حاجة اللي هي مغيرة في التقديم كذلك اللوز اللي هو معسل او لمكرمل ومغ وحتى باللوز اللي هو كونكاستي ويكون محمر شي حاجة اللي هي مختلفة وراقية وكيف كتشوفو راه كي يجي طيب مزيان وكي يجي محمر وكي يجي مقرمل وكي يصبر مدة اللي هي طويلة هالطبقة السكرية كتخليه او لكتحافظ عليه يبقى مقرمش مدة اللي هي طويلة وبالنسبة اللوز المملح رالما دا قضي له ام عروف وكذا اللي كي يجي زوين تمنى فعلا يعجبوكم وتجربوهم وتنوعو بهم مائدة دي العاشورة ان شاء الله الى عجبتكم ما تنسوش تخ شاركوا الوصفة مع حبابكم وصحبكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي وإلا كنتم من الناس لأول مرة كيش شاهدوا القناة ما تنسوش تضغطوا لعزر الاشتراك تفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بهذا كان بكم وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله